بعد إنشاء الفرق أو فرق المعلمين الخطوة الخامسة لا بد أن نوجد الوقت الضروري واللازم لتلك الفرق حتى تلتقي مع بعضها البعض لأنه طبعا من المستحيل أن ننشئ مجتمع تعلم مهني ويتم أو يستديم هذا المجتمع دون أن نوجد وقتا مخصصا أولا للتخطيط المشترك لفرق المعلمين وللقاء أو اللقاء داخل مجتمع التعلمين طبعا يوصى بفترتين أو ثلاث فترات لعمليات التخطيط المشترك في الأسبوع من فترتين إلى ثلاث فترات لعمليات التخطيط المشترك في الأسبوع ويكون هناك اجتماع واحد في الأسبوع على الأقل طبعا هو الحد الأدنى ويكون هناك اجتماع واحد لمجتمع التعلم المهني الفعال في الوقت الذي تعمل فيه فرق العمل على وضع خطط للموظفين لكي يجتمعوا بانتظام فإن إيجاد الوقت لهذا الاجتماع غالبا يمثل أكبر تحدي يتواجهه مجتمعات تعلم المهنية لكن على المدارس أن تكون مبدعة في عمليات إيجاد الوقت اللازم للاجتماع والانتظام في هذا الاجتماع طبعا هناك بعض الأفكار حتى نوجد الوقت لفرق المعلمين اللي قال لأن هناك ازدحام في الجدول المدرسي هناك بعض الأفكار مثلا خروج الطلاب في وقت مبكر يوم واحد من أيام الأسبوع أو نكون باستخدام بعض ما يسمى بمساعد المعلمين يجعل المعلمين يحضروا هذه الاجتماعات المعلمين الرئيسيين يجتمعوا في اجتماعات ومجتمعات تعلم المهني ويقوم بالعمل مساعدة للمعلمين ممكن هناك آراء ترى بأنه يمكن استخدام فرق من الآباء أو شركاء لأعمال لدمج المعلمين بالعمل التعاوني من الأفكار أيضا لإتاحة الوقت للمعلمين أن نعلم الطلاب بأن يحضروا في أحد الأيام متأخرين بنصف ساعة أيضا من الأفكار لإتاحة الوقت للمعلمين توظيف فريق من المعلمين يتم توظيف مجموعة من المعلمين بدلاء لكذا يوم واحد كل أسبوع داخل المدرسة في حين يفرغ المعلمين الرئيسيين لقاءة مجتمعات تعلم المهني أو يكون اللي قال مجتمع التعلم المهني يكون بعد انتهاء الدوام اليوم المدرسي أو يتم استخدام بعض طلاب الجامعات أو من يطبقوا في تربية العملية العملية